للعام السابع على التوالي تطبق ميليشيا الحوثي حصارا خانقا على محافظة تاعز من ثلاث جهات جغرافية رئيسة تمثل المداخل الحيوية للمحافظة ومنافذ احتياجاتها الضرورية من ماء وغذاء ودواء علاوة على الحصار الجائر تفرض ميليشيا الحوثي قيودا بوليسية مشددة على حركة الدخول والخروج من المحافظة كما اغلقت الطرق الاساسية والمعبدة واستحدثت طرقا اجبارية شاقة على كل العابرين من المحافظة او اليها الحصار المائي الخانق ليس الا صنفا من صنوف العقاب الجماعي الشامل حيث منعت ميليشيا الحوثي دخول صهارج الماء المتنقلة الى مدينة تاعز ودمرت مشروع المياه العمومية كما عمدت الى تلويث الابار الارتوازية وتسميم مياه الشرب ترافق مع الحصار المائي الذي جعل المدينة تموت تحت العطش اليومي جرائم قنص محترفة لعشرات الاطفال والنساء الذين يجلبون الماء من خزانات المساجد الخيرية او ابار داخلية وما زال القصف العشوائي بالقذائف الصاروخية والمدفعية يستهدف الاحياء السكنية والاعيان المدنية ولعل مجزرة النساء بالسجن المركزي والنادي الاهلي شاهد على وحشية هذا القصف الثأري العنيف والانتقام من تأز الثورة السلمية بابادة مجتمعها تتشدق ميليشيا الحوثي بمعاناة اليمنيين وتزايد باسمهم في عملية السلام للتغطية على مطالبها السياسية والعسكرية الخاصة التي تسعى من خلال تحقيقها لاحكام المزيد من التسلط على رقاب اليمنيين وتضييق الخناق عليهم بانشوطة السلام الزائف والمنقوص اشتركوا في القناة